عمران خان رئيس وزراء باكستان من الشخصيات البارزة في دافوس الصحراء وفي أول لقاء له بعد ستين يوما من توليه المنصب عمران لخص في أربعين دقيقة طموحات بلاده في إيجاد بيئة مناسبة لباكستان الجديدة من خلال خلق فرص استثمارية مهمة تعتمد على أهم المبادئ المعتدلة البعيدة عن التطرف والفساد مبرمة بأهم إصلاحاتها أهم التعاونات الفريدة مع الدول الصديقة في ظل موقعها الاستراتيجي القوي والفريد وعلى طريق الحرير الذي يفصلها بين أهم سوقين تتمثل بالصين وآسيا الوسطى رئيس الوزراء أكد في حديثه دعم المملكة لبلاده من خلال التسهيلات النفطية لمواجهة الأزمة المالية وتقديم دعم مالي قدره ثلاثة مليارات دولار وأنها أهم حليف لباكستان تجاريا وستراتيجيا عبداليلاها لدليم الرياض